جيت آني مني جيت استلمة الفريق 29 الجاهزين اللي عندي 18 صدقني كلهم مسجدين 18 لاعب جاهز وليد كريم لاعب مهم جدا غير موجود علي رحيم لاعب غير موجود أحمد عبد الرضا غير موجود عدي شخاب غير موجود سونو اللاعب اللي كان عماد الفريق للموسم الماضي جالس عبد الله لاعب محترف مسافر ريدي جيب زوجته وأكو مشكلة بينه والدليل إنه اترك الفريق وقعت بمشكلة كبيرة لكن علي تحديت الظروف لكن سادة علي من تجي تلعب مع فريق مثل الزوراء الزوراء فريق كبير بجمهورة بناسة بلاعبيه بمدربيه بأدارته شون تتغلب على الزوراء أو شلون شون تقدر تنتشر فريقك وتخلي به الروحية والحالة الفنية والحالة النفسية بمجابهة فريق مثل الزوراء تحضر ضغوطات الجمهور تحضر ضغوطات الفريق اللي يمتلك كل عناصر النجاح جينا أول مباراة مع الزوراء الله سبحانه وتعالى وفقنا وطلعنا متعادلين وبأخطاء فردية وأرجوك أنه هاي ثبتهمك وبأخطاء فردية خطأ من حارس المرمى وخطأ من المدافع جدت المباراة الثانية مع نفط الوسط ونفط الوسط آني أو كله بالتقدير واحترام فغاني شهد كان مسوي فريق في بداية الموسم مرعب مرعب حقيقة يعني سمعني بالمشاكل اللي يلقى الضلالها على فريق النفط يعني كل المحترفين كل اللاعبين المحليين لعبنا مباراة قد تكون مباراة العمر بالنسبة للنفط نسجل يسجلون نسجل يسجلون تعادلنا ثلاثة 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 أهداف ثلاث أخطاء واحدة منعتهم من حارس المرمى لعبهم انقطعت وصارت هدف انت انتبع على هاي اللي أقول جدت مباراة الطلبة الآن الطلبة هو واحد من أحسن فرق كرة القدم بالدور العراقي متصدر؟ متصدر بالأداء وبالمستوى وبالعطاء زيان انت من تلعب ثلاث مباريات كبيرة بهذا المستوى تحتاج دكة عامرة من اللاعبين تحتاج مجموعة رائعة من اللاعبين المهم هم طلعنا متعادلين وهم بأخطاء حارس المرمى جدت المباراة الخامسة مع الجوية تدري الجوية يعني كنت بالأمس القريب مدربهم فريقها كلها بالتقدير فريق كبير فريق جمهورة كبير جهاز الفني كبير نتائجة ممتازة متصدر الدولي طلعنا ويامت عادني جدت مباراة الكرخ مباراة الكرخ فريق الكرخ الان الكل تقف له استعداد وتحية هذا الفريق الشاب فريق متمكن ولو الان نتاجة الاخيرة راحت باتجاه اخر لكن بداية الدولي فريق مرعب فريق متمكن اي فزنا عليه من اجينا هاي الخمس مباريات لعبناها ليس من الصعب ان تعافظ على اتزانك طبعا فقدان اصابات حرمان تدري كروت المهم رحلنا لمباراة بعد مباراة اربي اسمح ليسئلك اندو سأل هس لحد الان احنا وصلنا تعادل مع الجوية متصدر تعادل مع الطلبة متصدر تعادل بعد ايام مع الزوراء نعم فرق جماهيرية وتعادل مع نفط الوسط فريق ايضا كبير نعم بهذا الروحية وعودة تعادلات مع فرق كبيرة تعتبر للنفط فوز او انجاز نعم وفزت على الكرخ نعم ما صار اكو حراك اداري او من قبلك يا بخل نكرم اللاعبين نعيد روحيتهم يا كابتن حكيم حتى شوية ننسى الحقبة الماضية والله انا مرد تحكيها بس اتحكيتني يعني انت ذكي معلامي ذكي تعرف شون اطلع هذا السياق المفروض معمول بي بالاندي انا كأنك في قلبي انا جيت بعد انتهاء مباراة الكرخ واني اعرف قيمة الانجاز وعرف قيمة النجاة قاعدت ويلاخ ابو شوقي وقلت لا ابو شوقي الفريق غلب الكرخ وفريق الكرخ علي وهيب قال قال فريق الكرخ البارحة خسره وكرموهم فقال لي كابتن خلي كرموهم فرحت للإدارة قال لي لا احنا لازم نقصهم لأعطهم اربع مباريات قلت له ما يزيرها بشوقي ما يزير نقصهم هم فازة هم الآن في زمن جديد ادارة فنية جديدة لازم توقفوا يا هذه السياسة اردد عم اللاعب خصي خبحت لك احتيت يا تضحك الموم قلت لهم كرموهم هم كرموهم ثاني يوم كانت رواتبنا كان المفروض يقصون من رواتبهم قلت لأبو شوقي طيهم تكريم مطام تكريم احنا استلم رواتبنا لقيت راتبي يعني مكسوس 300 ألف دينار داول والله بالله لقيت الصك يعني القصة وليس تنكيل بس يعني الإدارات عليها انتعي لأمو انت تعرف قيمة الحافز المعنوي انا اختصاصي من نفس واني اعرف قلت لأبو شوقي طيهم 50 وعلى مسؤولية لعبة حتى لو 50 ألف 50 ألف للمباراتنا القادمة بأربيل ومباراتنا صعبة بأربيل قال لا ما نكرم هما كرمونا رحنا لأربيل اتجاوبتك على هذا السؤال